لم تتخيل سالي الطالبة الجامعية أنها ستصبح من المترددين على محاكم الأسرة فقد ارتبطت بقصة حب مع شاب يدرس معها في إحدى الجامعات الخاصة وظلت علاقتها به تزداد إلى أن سافرت معه في إحدى المرات إلى العين السخنة وأخبرت أسرتها أنها في رحلة تابعة للجامعة ورغم اعتراض أخيها الأكبر على سفرها وأخبرها بأن سفرها لا يجوز بدون محرم وأنه حرام شرعا إلا أن تساهل والديها معها جعلها تسافر وفي تلك الرحلة تم زواجها العرفي بصديقها الذي أسمعها كلامه المعسول وجعلها تضعف معه وتخطئ في حق نفسها وأسرتها وتوقع هي وصديقها على ورقة من كشكول وتسلم بعدها نفسها له ومن بعدها تصبح لعبة في يد صديقها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بعد أيام من زواجها العرفي دون علم أسرتها ومع هذه الفرصة اعتذرت سالي لشقيقها وأخبرته بأنها لا تفكر في الزواج إلا بعد أن تنتهي من دراستها فتقبل شقيقها الأمر ولم يبين حزنه لها وغضبه من قرارها خاصة وأن رحلة دراستها ستنتهي بعد أشهر قليلة وبعد انتهاء العام الدراسي طلبت سالي من صديقها والذي تزوجها عرفيا أن يتقدم لها رسميا ليخفف عنها ضغوط أسرتها كلما تقدم لها عريس ولكن صديقها رفض وأخبرها بأنه سيسافر إلى أوروبا ثم قام بتطليقها في هذا اليوم حاولت سالي الانتحار بابتلاع كمية كبيرة من الأقراص ولكن تم إنقاذها داخل المستشفى وعند عودتها للبيت لم تجد سالي أمامها سوى إخبار أسرتها بزواجها ثم طلاقها وندمها على خطأها في حقهم وعندما علم ابن عمها بما حدث قال لشقيقها سأستخير الله في أمر شقيقتك وإن شرح الله صدري سأتقدم لها في أقرب وقت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون كان عبد الغني المقدسي المحدث الشهير مسجونا في بيت المقدس في فلسطين فقام من الليل صادقا مع الله مخلصا فأخذ يصلي ومعه في السجن قوم من اليهود والنصارى فأخذ يبكي حتى الصباح فلما أصبح الصباح ورأى أولئك النفر هذا الصادق العابد المخلص ذهبوا إلى السجان وقالوا له أطلقنا فإن قد أسلمنا ودخلنا في دين هذا الرجل قال ولما أدعاكم للإسلام قالوا ما دعانا للإسلام ولكن بتنا معه في ليلة ذكرنا بيوم القيامة فشعرنا بعظمة هذا الدين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر داخل المصعد ذكر الشيخ محمد حسان قصة ذلك الشاب الملياردير فقال لا زلت أذكر هذا الشاب المغربي الذي يبلغ من العمر ستة وعشرين عاما وكنت قد سعدت به وأحببته في إحدى زياراتي لأمريكا وكنت أبكي لبكائه وأتأثر لتأثره وطول سجوده وفي زيارة أخرى سألت عنه فقلت أين فلان فقالوا ما شاء الله لقد أصبح مليارديرا فقلت كيف ذلك فقصوا علي قصته بأنه كان يركب مصعدا في مركز التجار العالمي وركبت معه فيما ركب فتاة أمريكية حسناء غاية في الجمال فغض طرفه عنها ولم ينظر إليها نظرة واحدة وفي مرحلة من مراحل الصعود قدر الله أن يكون وحدهما ويخلو هذا الشاب بالفتاة فقط فخافت هذه الفتاة على نفسها من أن يعتدي هذا الشاب عليها ولكنه لم ينظر إليها نظرة واحدة رغم أنها غاية في الحسن والجمال وينظر إليها كل الناس ويذهلون من جمالها الخارق ولكنها هي التي أصيبت بالذهول من هذا الشاب الذي غض الطرف ولم ينظر إليها فلما أوشكت أن تنزل قالت له لما لم تنظر إلي وأنا الحسناء وكل من يراني يفتتن بي فقال ديني يحرم علي ذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أستالهم إن الله خبير بما يصنعون قالت أي دين هذا قال الإسلام قالت ومن أي شيء تخاف قال أخاف الله رب العالمين أخاف عذابه في الآخرة قالت وماذا يأمر دينكم قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فانبهرت الفتاة بتلك العبارة وقالت ما هذا الذي تقوله؟ قال إنها آية من آيات القرآن الذي نزل من عند الله على رسوله هدى ورحمة للعالمين عندها انبهرت الفتاة بالآيات وقالت إنك جمعت كل المثاليات بهذا الاختصار العجيب وعندما أراد الشاب أن ينزل في الدور الذي يريده قالت له ما أكملت حديثي معك أريد أن أكمل حواري ونزلت معه وقالت حدثني عن هذا الدين العظيم الذي منعك أن تنظر إلي فحدثها عن الإسلام ولم ينظر إليها نظرة واحدة قالت له الفتاة أنا فتاة ثرية ورثت ثروة ضخمة عن أبي وأمتلك الشركات والأموال والموظفون عندي بالآلاف فهل تقبل أن تتزوجني؟ فقال لها لا أقبل لأنك غير مسلمة قالت أسلم قل لي ماذا أصنع أنا لم أرى إنسانا أأتمنه على نفسي ومالي إلا أنت قال اغتسلي وتعالي إلى المركز الإسلامي بنيويورك لتشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذهبت في نفس اليوم بعدما اغتسلت ونطقت الشهادتين وفي نفس الليلة عقد إمام المسجد لهذا الفتى التقي على هذه الفتى التي كتبت له كل ما تملك وقالت استأمنتك على نفسي وأنا لا أعرفك فكيف لا أستأمنك على مالي وأنا أعرفك ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون رأيت فيك القرآن في يوم من الأيام ذهبت سيدة مسلمة لزيارة جارتها المسيحية المريضة كما تعودت زيارتها وتقديم الخدمات لها فوجدتها نائمة في فراشها فاقتربت منها المسلمة في حنان وسلمت عليها ثم قالت لها دعيني أرقيك بشيء من القرآن الكريم فنحن نستشفي بآيات من القرآن الكريم كما أن القرآن أمرنا بالإحسان إلى الجار حتى ولو كان على غير ديننا فوافقت الجارة وقالت لها حسنا افعلي ذلك ولكن قبل ذلك أعطني من فضلك بعض الماء لأنني أشعر بعطش شديد نعضت السيدة على الفور وجاءت إليها بالماء وسقتها منه بيديها ثم طلبت منها الجارة أن ترفع رأسها عن الوسادة ففعلت على الفور وهي تبتسم في وجهها ابتسامة حانية رقيقة ثم قالت للجارة يبدو على وجهك أنك لم تأكل منذ فترة طويلة أليس كذلك؟ قالت الجارة نعم أشعر بجوع شديد فلم آكل أي شيء منذ أيام ولا أجد من يطعمني أو يعد لي الطعام وعلى الفور نهضت السيدة المسلمة من مكانها ولم تمضي سوى دقائق معدودة حتى عادت السيدة بما لذ وطاب من الطعام وأخذت تطعم الجارة المريضة في صبر دون تذمر حتى شبعت الجارة ثم قامت السيدة بترتيب وتنظيف المكان الذي تنام فيه جارتها وبعدها أعدت بعض العصائر المفيدة لحالتها وبعدها قالت السيدة للجارة هل أقرأ لك شيئا من القرآن؟ عندها ابتسمت الجارة وقالت لها بكل حب لا مانع ولكني رأيت فيك القرآن قبل أن تقرأيه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا